اختتمت مساء اليوم بعسة الحج الشادية بمطار حسن جاموس الدولي بالعاصمة انجمينة موسم تفويج الحجاج الشادين إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام حيث تم إكمال إجراءات آخر الحجاج الشادين وذلك من أجل تفويجهم على متن آخر رحلة للحجاج وقد أبدى عدد من الحجيج عن فرحتهم وسرورهم بهذا التنظيم الجيد للجنة الحج رئيسة بئسة الحج الشادية صالح برما قال بأن عدد الحجاج لهذا العام بسيط جدا والسبب في ذلك يرجع إلى الأزمة الاقتصادية طالبا من حجاج بيت الله تقوى الله وعليه فإنه بانتهاء موسم تفويج الحجاج لهذا العام تكون شركة ناس للطيران تمكنت من نقل 4786 حج إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام على متن عشر رحلات جوية إلى المدينة المنورة وجدة من مطار حسن جاموس الدولي حجا مبرورا وسعيا مشكورا ترجمة نانسي قنقر